أربعة آلاف سلة غذائية وزعتها الكويت في الأحياء المحررة من مدينة الموصل العراقية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة الكويت بجانبكم وتحتوي السلة مواد غذائية جافة ومكونات أساسية لمنازل الأسر المتضررة من جانب آخر دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 16 بئرا في عدد من مدارس العاصمة التنزانية دار السلام وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي المشروع هو الأول للجمعية في تنزانيا ويأتي ضمن برنامجها الإغاثي لمحاربة الجفاف في القرن الأفريقية